صباح الخير لكم المشاهدين بتمنى تكونوا عم تمضوا صيفية كتير حلوة وهالأيام المشوبة تكون عم تمرق عليكم بسلاسة بدون ما نحس كتير بالشوب. رح نتابع حلقتنا لليوم مع فقريت إيت سمارت مع اختصاصية تغذية ناتالي ياغي. اليوم رح نحكي عن الخضرة الموسمية بعض الخضرة اللي ضروري نكون عم نكلا بموسمة لأنه بيكون فيها فويد كتير عالية صباح الخير. صباح الخير لورا كيفيك نيحة. اليوم عنا كيل عنا فلايفلي بنادوريا كوستا. بعض أنواع الخضرة اللي هلأ قياما منقطفها طازة من الجنينة إذا كان عنا جنينة وكنا زيرعين وممكن نكون عم نستفيد أكتر. ليه بتكون الخضرة إذا ما قطوفها طازة بتكون فيها فويد أكتر. بيكون الفيتامينز بعضهم فيها أكتر. بالإجمال الدراسات فرجت يعني أرانو الخضرة اللي عادة بتاخد وقتها تستوي بتاخد وقتها يعني تنضج. المكونات اللي فيها بتكون مختلفة. هلأ صحيح هلأ في تقنيات جديدة. بالزراعة. بالزراعة. خلت أنه حتى برات الموسم مكونات الخضرة وكمانها الفويكة تكون منا كتير مختلفة عن مكونات نفس الخضرة والفويكة وقت اللي تكون أخدي وقتها وتكون بموسمة. بس تل الخضرة موسمة تعمتها غير. يعني إذا بتلاحظي وقت اللي تقطفي من جنين تك بنادورة وخيار. وبتحسي تعمتهم مختلفة. هلأ. بالإجمال في دراسة تفرجت أنه وقت اللي يكونوا موسمون وإخدين وقتهم أنه يستووا وينضجوا. وبالطقس المناسب. وبالطقس المناسب وهالكونديسيون وكلها هاي بتخلي أنه الخضرة والفويكة مش بس تعمتها تكون أفضل. لأنه الطعمات هي كمانها كميكلز. هي أنواع من المواد أو المكونات اللي هي بده وقتها تتواجد. وبنفس الوقت حتى الفيتامينات والمعادن كمان بيكونوا بنسب أعلى وقت اللي يكون الخضرة والفويكة موسمة. ونحن في لبنين نحن بلد بالمديتريني ينسي. عنا نظام غذائي كمان مميز اللي هو بيتميز بتنوع وجود الخضرة والفويكة خلال كل السنة وخاصة خلال فترة الصيف. ونحن لازم نستفيد منه. ونقطة كتير أساسية هي أنه إذا بتدمجيهم سوى هالخضرة اللي الله عطينا هيهم أطيب سلطة وأطيب بيمكن أطباء فينا نحضرها بهالموسم هيدا. خلينا نبلج نحكي أول شي عن خضرة ما جبتها معي يوم بعتذر من المشاهدين. هي الكوسة الكوسة بس تفكري كوسة. أول شغل الناس بيقولوا أنا بس بدي أعمل ريجيم بدي ضاعف حالي بيكل كوسة وجزر بسلق كوسة وجزر. بس الكوسة عندها طرق متعددة تنحضرها ومش بالضرورة أنه نكلها مطبوخة مش ضرورة أنه تكون هيكي مسلوقة. الكوسة إذا من شوية حتى نية الكوسة كتير طيبة. ومتل ما قلنا بالأول لورا وقت اللي ناكل الخضرة نية مش مطبوخة من استفيد من ميزاتها الغذائية. لأنه وقت اللي نحكي عن الخضرة مثلا الكوسة من ميزاتها الغذائية هي أنه بتحتوي أول شي على نسبة سعرات حرارية كتير قليلة. يعني تقريبا كل كوسيتين بيعطونا 25 سعرات حرارية. وقت اللي نحكي كمان عن نسبة الأليف. نسبة الأليف عقينة. خلينا نقول ما لنا كتير عالية بس تحتوي حولها الجرامين من الأليف. اللي هو كمان بيأثر على يعني صحتنا. نحن نعرف أنه لازم نكل أليف. لازم نزيد من الأليف. واللي بيميزها كمان هي وجود. هي مصدر خاصة عم نحكي نحن الكوسة نية الفولات يعني اللي هي نوع من فيتامين بي. مفيدة جدا لسيدات الحوامل. بتساعد للأشخاص اللي عندهم. يمكن مشاكل بالأنواع من الأنيميا. نقصوا نقصوا. بيروحوا هالمواد عند الطبخ؟. عند الطبخ بيبطلوا يعطونا كمية كافية. والكوسة نية خاصة أنه هلأ نحن يمكن نحن باللبنان الخضرة متوفرة كل يوم عنا يعني. كل يوم في جديد. برجة في جديد. مضموط. ووقت اللي ناخد الخضرة طازة مكون فيها نسبة فيتامين سي أعلى. كمان الكوسة النية ووقت اللي ناخدها هي كمان بتعطينا مصدر للفيتامين سي اللي هو شغلي كتير مهمة. هلأ غير هالميزة هاي كمان الكوسة خاصة عم نحكي عن الكوسة اللي لونة أغمة. يعني عم نحكي يمكن ما عنا كتير منا باللبنان. بس الكوسة الخضرة الغامقة فيها نسبة كاروتينويد عينين اللي هن كتير مفيدين للنظر. يعني معروف أنه هالأنواع من الكاروتينويد بيساعدوا النظر يكون بصحة جيدة. أكتر لأنه هيدول البيجما موجودين كمانا بحاجة إلا العين. مهم أنه كمانا ندخلها بنظامنا الغذائي. وبعد نقطة كتير أساسية للكوسة هي الكوسة عادة هيك نلاقيها بيخة شوي. بس الكوسة إذا دخلنا لها صلصات خلطناها مع السوس برشناها بالسلطة تعطينا إليف. طعمتها منا كتير زاهرة إذا خلطناها مع الدرسينج طبع السلاد. بس بنفس الوقت في مادة موجودة بالكوسة دراسات فرجت أنه هالإكستري عم نحكي نحن هون دراسات على خلايا مش وقت اللي ناكل كوسة. المواد هذه الموجودة بالكوسة دراسات فرجت أنه ما بتخلي في الألزهايمر ديزيز هو نوع من تراكم بعض أنواع من المواد الأميلويد. هالميدي هاي بتمنع هالأجريجيشن يعني بتمنع أنه يصير في تطور لمرأة الأزامر. هلأ عم نحكي نحن عن دراسات بالخلايا وإلى آخره. بس هيدا ما بيمنع أنه نحن ندخل الكوسة بنظام الأزامر. نحن ناخد وقفة سريعة ومنتابع من بعدها. منتابع معنا تالياغي والخضرة الموسمية مننتقل لها الفلايفلة. الفلايفلة. الفلايفلة الخضرة هي فلايفلة ما نمستوية كتير. يعني نحن وقت اللي نشوف الفلايفلة بالسوق منشوفها خضرة منشوفها صفرة. صفرة بعدين حمرة هلأ. هي نفس الفلايفلة. بالإجمال هي نوع معين من الفلايفلة بينتقل من الأخضر للأحمر وفي أنواع كمان أطيب حمر وفي أنواع تانية أطيب يكونوا صفر. وقت اللي نأكل الفلايفلة الحمرة عم نحكي عن الفلايفلة الكبيرة الحمرة السويت بتكون حلوة الفلايفلة الحلوة بالإجمال بتكون نسبة ما أعزاش مرة سامع حداً عم يقول أنا الفلايفلة الخضرة ما بهضمة. لسبب كتير بسيط أنه بعدها منها مستوية مية بالمية. يعني بيكون هالنوع بالذات يمكن في نوع معين. عادةً هيدا الأكبر مش هالنوع اللي هلأ فرجيته. في نوع تاني الفلايفلة الخضرة بيكون مدور أكتر. هو هيدا الفلايفلة اللي بتصير تتغير بتصفي بالآخر حمرة. الفلايفلة الحمرة ديجاست أكتر. يعني أخف على الجهاز الهضمي ومشان هيك الأشخاص اللي ما بيهضموا الفلايفلة الخضرة فيه شمس أنه يهضموا الفلايفلة الحمرة أكتر. لأنه بتكون أخدت وقتها تستويت تصارت خلينا نقول ناجة أكتر. الفلايفلة الخضرة بس تتحول الفلايفلة الحمرة هي الفلايفلة اللي بتحتوي على أكتر نسبة فيتامين سي. كنا نحكي تحت الهواء قبل بشوي. مع أنه المعروف أنه الأخضر. الأحمر هو أكتر نسبة فيتامين سي بالفلايفلة الحمرة. يعني حصة فلايفلة حمرة تعطينا مرة ونصف احتياجاتنا اليومية بالفلايفلة الحمرة. من يكون أخذنا 50% إذا أخذنا. لونك هيدا شغلة كتير مهمة بالفلايفلة الحمرة. بعدين الصفرة بعدين الخضرة. هذا ما بيعني أن الفلايفلة الخضرة ما فيها فيتامين سي ولكن بنسبة أقل. يعني فينا أقول أن الفلايفلة هي مصدر الصيف للفايتامين سي. في كتير مصادر للفايتامين سي البندورة الكيل الكوسة. لأنه ما في كتير حمريات بيكون بالصيفية. بس أعنا قداء البكرة رح أحكي عن الفواكة رح تشوفي قديش في فيتامين سي كمانا بالفوكة الموسمية كمصدر للفايتامين سي. وقت اللي نحكي عن الفلايفلة الحمرة فيتامين سي أول شيء من فكر فيها. صح. غير فيتامينات موجودة كمانا بالفلايفلة هي كمانا الفلات نحنا وقت اللي نحكي عن الفلات أول شغلة منقول أنه الخضرة الورائية الخضرة هي مصدر مهم للفلات. بس الفلايفلي فيها كمانا حوالها 30% من نسبة الفولات من احتياجاتنا اليومية بالفولات كمانا بتحتوي على نسبة معينة من الكاروتينويد وهالأنواع من الفيتامينات غير أنه الكابسايسن اللي موجودة بنسب مختلفة بالفلايفلي بالإجمال وخاصة الفلايفلي الحرة انتي أكسيدان ومواد انتي انفلاماتوار يعني بيكافح الالتهيبات وكمان مسيل للدن نحكي عن الفلايفلي الحرة هل ما أعرف قدام نتحمل الفلايفلي الحرة وإذا عم نحكي عن الفلايفلي الحرة بالإجمال فيه لفلز فيه شيء اسمه سكوفيل سكيل بيحط درجات لقوة الحر وفيه أنواع حر مثل السكوربيون بابر وهالأنواع من الحر ما فينا أبدا يعني كتير قوية نتحملها بس فيها هالمواد المفيدة جدا هادي وقت اللي نحكي عن الفلايفلي القليف نسبة القليف فيها كتير منيحة وكل ما غمقنا اللون أو كل ما غيرنا اللون كل ما طعمات تختلف الفلايفلي الصفرة حلوة أكتر من الفلايفلي الحمرة الناتجة الحلوة وأكيد فينا نطبخ فيها فينا حتى في رسيتات ومربى أنا عاملة مربى الفلايفلي الحمرة كتير طيبة بتلبق مع الجبنة بتلبق مع هيك إشي فراش مربى الفلايفلي بركي بكرة نحكي عن الرسيت إذا شيء لازم دوقة خلاص تكرم عينيك هادي إشي فينا نعملها من مع الفلايفلي وأكيد بالسلطة بالفتوش بكتير أنواع من السلطات فينا ندخلها الأنواع من الخضرة بنتقل هلأ للكيل الكيل كمانا الكيل هو من عيلة الملفوف والكيل كمان أخذ كتير عز بفترات معينة وبعده هيك يعني محبوب محبوب أول شيء نعرف أنه هالعيلة من الخضرة فيها مواد انتياكسيدان كتير مهمة خاصة وقت اللي نلعوس منيح أو نفرم منيح هالأنواع من الخضار بتتحول لمواد بتساعد الجسم أنه يتخلص من كتير مواد تكسيك بالجسم وخاصة دراسة تفرجت أنه فيه علاقة بين استهلاك هالأنواع من الخضار وسرطان البروستات غير أنه وقت اللي نحكي عن هالأنواع من الخضرة ما سنحكي عن الملفوف بس نحكي عن الأرنبيت منفكر بالغازات هالأنواع من الخضرة بيعملوا بكتير جاز لأنه ما منهضم أو ما عندنا الأنظيمات الليزمة كرميلتا نقدر نهضم بعض أنواع من الكافس بعض الأشخاص عام نحكي لا كل الأشخاص بس المميز بالكيل ما فيه نسبة هالمادة هاي عالية مثل بقية أنواع مثل الملفوف مثل الأرنبيت من هيك ما بيزعج قد الملفوف وخفيف نشعج قد بقية الخضرة من نفس العيلة هلأ مشكلته أنه يمكن هيك أسوي مشان هيك يحبز أنه ينفرم وينخلط مع الخل مع الحاموض تايترة شوي قبل بوقت كرميلتا نظلنا هيك التكستر أو الملمس تبعوله تظلة منيحة مصدر كتير منيح كمان عن جديد للأسيد للفولات للبيسيس فيتامين بيسيس هو الكتير مهمين مش بس لمشاكل الدم إذا حدا عنده نقص به هالأنواع من الفيتامينات ولكن كمان لنشاط الزهن والزكرة يعني وقت اللي نحكي عن البي فيتامينز بالإجمال دراسية تفرجت أنه بيساعدوا للمحافظة على نشاط ذهني جيد وبيمنع الشيخوخة بالإجمال الشيخوخة للدماغ وبيحتوي كمان على الفيتامين سي نحن عادة معظم الأوقات ما منطبخه ناكله ناي بيضل حتى إذا نقص حتى إذا نفرم بيضل يحتوي على معدلات فيتامين سي وهي دا كمان مصدر إضافة للبيتامينز وعتبرنا الخضرة الورائية الخضرة يعني في حديد وهيك فيها حديد بنسب مش كتير عالي بس فيها كالسيوم بنسبة عالية يعني نحن إذا بدنا ناخد كالسيوم من مصدر نباتي الكيل فيكون كمان مصدر جيد للكالسيوم هلأ بدنا نأكل كمية منيحة تنقدر نوازك بيت حليب عازم البنادورة قبل ما نخطر البنادورة بس نحكي بنادورة نحكي ليكوبين اللي هو مواد أنتي أكسيدانت كتير مهمة في سبستانس فيتوشيميك صارت معروفة للجميع هلأ نحن عندنا أنواع بنادورة وعندنا تومات سوريز عندنا البلدية الجبلية الجبلية عندنا كتير أنواع من أنواع البنادورة وهي أهم مصدر فيتامين سي بأكلنا البناني بأكلنا الصيفي إذا ما قلنا جليدين نحضر سلطة من قص بنادورة شوية فلي فلي حامض أو خلو زيت والسلطة جاهزة بيكون عندنا على قليلة مية بالمية من احتياجاتنا بالفيتامين سي إذا بس ارتكزنا على البنادورة يومياً يومياً الألياف وهي أكيد مصدر كتير مهم بتلون بالطعام حتى بيضيفو لها سكر وقت اللي ممكن أنه تقطع ببعض الرسيتات شفت الرسيتات حلوة مع بنادورة لا ما جربتون بس نرجع منشوف إذا نجربوا ونخبركم من بعدين شكراً كتير نتالي ياغي نعمل جات صلاة ونأكل خضرة فراش بالصيفية بتفيد وبتغذة وبتبورين مرسي كتير لأليك مرسي إليك ناخد بريك ونرجع